بداية كشف التقرير الأخير لبورثة الجزائر عن تراجع قيمة المعاملات خلال جوليا الماضي بنسبة 52.62% مقارنة بجوان بينما أشار تقرير أقول صندوق النقد العربي لأن بورثة الجزائر هي الأضعف عربيا وحسب التقرير فقد انخفض حجم التداول فلاسهم وسندات من 28.734 في جوان إلى 12.321 في شهر الماضي مسجلا بذلك نسبة انخفاض قدرها 57.12%